السلام عليكم أصدقائي أنا السيزار برحب فيكم في قناتي السيزار ريفيوز أهلا وسهلا بالجميع يا رب لا تنسانا يا رب لا تتركنا لوحدنا يا رب إحنا عبادك ونحن الآن في أمس الحاجة إليك يا ربي بس إهدينا إليك وصلنا إليك عشان تقبل منا وتساعد أهلنا في فلسطين في لبنان في سوريا في العراق في السودان في كل مكان آمين رسميا وفي الصين شاومي تطلق أهم أجهزتها شاومي 15 15 برو خليني اليوم أحكي لكم إيش توقع الجديد بهاي الأجهزة بتركز على الخمسة عشر شوي طبعا كان التركيز في المؤتمر على المعالج اللي هو سناب دراجون ثمانية إليتي اللي حيكون على الجهازين هذا المعالج زي ما حكيت لكم في فيديو آخر أنه من أفضل المعالجات حيكون في عام عشرين خمس وعشرين وهو معالج قوي في تغييرات بالستركتشر عملوها شركة كوالكم لحتى نأخذ أفضل تجربة بالذات مع سحب البطارية وهذا كثير مهم وشاومي برضو ضافت حركة هسا بحكي لكم عنها عشان تخليك تفكر تشتري الجهاز وعلى سبيل المقارنة بدي أبلش أحكي عن البطارية شاومي 14 حمل بطارية 4600 إذا بتتذكروا اليوم شاومي 15 له أخو يحمل بطارية 5400 فأنا شايف أنه فيه فرق محترم في البطارية من ناحية حجم البطارية بالإضافة للمعالج الجديد من كوالكم لذلك واضح أنه السنة حيكون منافسة بين الشركات من بطاريته بتطول أكثر واضح جداً وهذا يعني هذا التنافس محبب جداً لأنه إحنا منستفيد لأنه ممكن تشتري تحب شاومي تشتري شاومي وتأخذ تجربة بطارية ممتازة مش ضرورة تروح تأخذ مثلاً آيفون برو ماكس عشان تأخذ بطارية ممتازة صح؟ البعض راح يفكر أنه ما أنه البطارية كثير كبرت يعني الجهاز كبر والوزن زاد السماكة تقريباً نفس السماكة بينه بين جهاز 14 تقريباً نفس الدزاين محليين الجهاز الشوي لكنه نفس الدزاين والوزن ما اختلف فهيعني هتأخذ شيء ممتاز من غير ما تخسر يعني من غير ما تقدم تضحيات الشاشة 6.36% إنش لعشاق الأجهزة الصغيرة هاي شاشة صغيرة يعني الجهاز أبعاده صغيرة لكن حيكون أداءه عالي وهي بتردد 120 هرتز والسطوع صار 3200 بدل 3000 يعني عمله زيادة لكن مش مهمة بصراحة كثير سطوع كويس ولكن الجديد في الموضوع واللي ممكن يصدمك نحكي أنه حطه حماية للشاشة يمكن لأول مرة بتعملها شاومي استخدموا إشي اسمه شاومي دراجون كريستل هاي الشاشة رح تقدم حماية 10 أضعاف الكورنين جوريلا جلاس فيكتس يعني هذا الجهاز رح يوقع منك ما رح ينكسر أنا بأكد لك 10 أضعاف إخوان فبصراحة هاي الميزة يعني حلوة نحطها يعني كويس أوكي بطلوا غيروا ديزاينات ولكن عمالهم بيضبطوا التجربة أنا هذا مهم بالنسبة إلي ما بدي جهازي يوقع وينكسر فهاي النقطة بصراحة خرافية لذلك الجهاز قامد فشخ وعندهم عيال IP68 الكاميرات عنده ثلاث كاميرات وتعاون مع لايك أنتم عارفين الكاميرا الأساسية استخدمت حساس من أومني فيجين اسمه فيوجين 900 هاي شركة مين استخدم محسساتها هواوي فممكن نشوف يعني تجربة كاميرا مختلفة ممكن جدا لأنه كاميرات هواوي مرتبة وكاميرات شاومي مرتبة أصلا فممكن يشوف تجربة أفضل لكن هذا بده تجربة واقع عملي وفعنا كاميرا بتعمل زوم 3x والساعات عند هذا الجهاز تبدأ 226 ممكن توصل إلى 1 تيرابايت 12 جيجا بايت رام 16 جيجا بايت رام البرو بيتميز عن النسخة العادية أول شي بطارية 6100 ميلي أمبير يا أخوان متخيلين؟ هذا رقم رهيب جدا وان بلس عملت بطارية 6000 شاومي عملت 6100 وشحن سرع 90 واط وشحن لسلكي 50 واط سعر العادي ببلش في الصين 630 دولار بدك تزيد لك شوية يمكن يوصل 690 دولار لسعر البرو شو رأيكم بالأجهزة؟ حكوا لي شوية ترجمة نانسي قنقر